خطوة نحو السلام وأخرى تجدف في مياه الصراع المضطربة ليبقى اليمن عالقا بين دعوات التهدئة وخطوات التصعيد المتلاطمة بأمواج البحر الأحمر منذ أول هجوم عسكري تبنته جماعة الحوثي في المياه الدولية أدخلت عملية السلام في مضيق بحري يضيق بها كلما طال أمد الأزمة وبسطت أشجعتها نحو المجهول وذا كما ذهبت إليه تصريحات زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وهو يتهم أمريكا بعرقلة التوصل لاتفاق ينهي الأزمة مع السعودية في إطار ما وصفه بضغط سياسي يسعى لوقف الهجمات في البحرين العربي والأحمر تصريحات الحوثي وإن أظهرت رغبة في الذهاب إلى مرسى السلام إلا أنها تكشف غرق ملف الأزمة اليمانية في بحر من التعقيدات تتشابك فيه الأطراف الدولية والإقليمية الممسكة بمفاتيح عملية السلام وقد تحولت إلى ورقة ضغط ومناورة تحضر في الحرب أكثر من غيرها الموقف الحوثي الأخير بدى له وجه آخر عبر عنه عضو المكتب السياسي للجماعة حسين العزي في تهديده باستهداف بقية الأطراف المعيقة للسلام ملوحا باستخدام الصواريخ ضدها غير أن اتهامات الحوثي لواشنطن هذه المرة تزامنت مع حراك دبلوماسي واسع بدأه المبعوث والسفير الأمريكيان لبحث هجمات الحوثيين وجهود السلام عبر عدة لقاءات احتضنتها السعودية في وقت اتهم فيه سفير واشنطن الجماعة بتهديد الأمن والسلام الإقليميين الإشارة الأمريكية الأخيرة يظهر كما لو أنها مقايضة بين سلامين سلامة الإقليم والملاحة مقابل اتفاق سلام في اليمن الحوثي جزء منه وما دونه لا يعني سوى عودة الصراع إلى البلاد ومع تصاعد الاتهامات المتبادلة يبقى ملف الأزمة اليمنية عالقا في دائرة مفرغة تدور حوله الأطراف المختلفة بحثا عن فرصة لانتزاع أكبر المكاسب وأقلها كلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر